بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة ان شاء الله هرجع مع بعض الدرس الاول احنا كنا مفروض اللي احنا هرجع الفصل الاول كله مع بعض بس احنا لقناها هياخد وقت كبير جدا فقلنا هناخد الدرس الاول لوحده والدرس التاني لوحده امتح الفصل الاول في النهاردة هرجع ان شاء الله الدرس الاول فاحنا كل معك كتاب الامتحان يفتح معي كتاب الامتحان احنا نمتع اسل الان كلها وانا اقبل ما اقول الاجابة انて وقف الفيديو علشان تشوف انت اجابتك صح ولا غلط وانا برضو هافصلك العشان لو هي الاجابة بتاعتك غلط انا برضو هافصلك الاجابة وتعرف انت لبتحلها غلط فنبتدي مع بعض اول حاجة بيقولك اكتب المصطلح العلمي تدل على كل عبارة من العبارات الاتية اول حاجة عملية مقارنة جمية كمية مجهولة بكمية اخرى من نفس نوعها لمعرفة عدد مرات احتوائي الاولى على الثانية ده المستلح بتاع القياس عملية القياس هي عملية مقارنة كمية مجهولة بكمية معلومة من نفس النوع لمعرفة عدد مرات احتوائي الاولى على الثانية تاني حاجة كمية فيزيائية لا تعرف بدلالة كميات فيزيائية اخرى لا تعرف لا تعرف دي يبقى كمية فيزيائية أساسية يبقى كمية فيزيائية أساسية قال لي كمية فيزيائية تعرف بدلالة كمية فيزيائية أساسية قال لي قدما قال لي كلمة تعرف يبقى مشتقة يبقى هي كمية فيزيائية مشتقة صورة مختصرة لتوصيل فيزيائي زي مدلول معين دية المعادلة الرياضية الفيزيائية نظام الوحدات الذي يستخدم الكرام كوحدة لكياس القتلة ده النظام الفرنسي ده النظام الفرنسي بيستخدم الكرام اللي هو بيقص القتلة طريقة التعبير عن الكمية للكميات العددية الكبيرة جدا او الصغيرة جدا وكتابتها باستخدام الرقم 10 مرفوعا لأس معين داية الصيغة المعيارية لكتابة الأعداد المسافة بين علامتين محفورتين عند نهايتين ساق من سبيكة البلاتين الإيريديام محفوظة عند دركة السفل السليزيات ده المتر العياري ده بسميه بالمتر العياري قطلة استوانة من سبيكة البلاتين الإيريديام زاد أبعاد محددة محفوظة عند دركة السفل السليزيات ده الكيلو جرام العياري ده الكيلو جرام العياري 1 على 86 1400 من اليوم الشمسي المتوسط ده بسميه بالثانية ده بسميه بالثانية صيغة رمزية تعبر عن الكميات الفيزيائية الأساسية بدلالة أبعاد الكميات الفيزيائية الأساسية وهي الطول والقطلة والزمن مرفوع كل منهما لقص معين ده بسميه بمعادلة الأبعاد أو صيغة الأبعاد ده سؤال المصطلح شوف بقى انت جبت كم من عشرة في السؤال ده شوف انت جوبت كم إجابة صح وكم إجابة غلط السؤال الثاني اختر الإجابة الصحيحة من عناصر قبل ما اقول السؤال انا هقول الإجابة على طول من قبل ما فصرها انت قبل ما اقول الإجابة قبل ما اقول الإجابة انت اختر الإجابة اللي انت وفصرها انت زي ما انت شايف بعد كده انا هقول لنا الإجابة وهفصرها يعني انا هقول السؤال وقول الإجابة على طول بعد كده هفصرها اول حاجة من عناصر عملية القياس هتبقى جميع ما سبق هتبقى جميع ما سبق طيب جميع ما سبق ليه علشان عناصر عملية القياس احنا قلنا انهم 3 حاجات اللي هو ادوات القياس الكميات الفيزيائية المراد قياسها ووحدات القياس يبقى تاني من عناصر عملية القياس ادوات القياس وحدات القياس الكميات الفيزيائية المراد قياسها من الكميات الفيزيائية الاساسية هتبقى الزمن من الكميات الفيزيائية الاساسية هتبقى لإيه الزمن طب ليه الزمن ده أساسي ما ينفع ما فيش حاجة أجيبها منه أما الصرعة لا ده الصرعة لها قانوني لا هي بتساوي d على t طب القوة لا القوة اللي هي الف بتساوي mA طب العجلة العجلة اللي هي بتساوي v على t فده كله كميات مشتقة مع عدد الزمن بس يروح دولة الكمية الأساسية من الكميات الفيزيائية المشتقة هتيبقى الصرعة من الكميات الفيزيائية المشتقة الصرعة طب ليه الطول ده كمية أساسية والكتلة كمية أساسية والزمن كمية أساسية يبقى من الكمية المشتقلة ناصة اللي هي السرعة بعد كده تستخدم القدم زاد الورانية في قياس الطول هتستخدم في قياس الطول يبقى القدم زاد الورانية هتستخدم في قياس الطول ما بتستخدمش على في قياس القتلة ولا بتستخدم في قياس الزمن واحدة قياس الطول في نظام جاوز هتبقى سنتيمتر واحدة كاس الطول في النظام الجاوس اللي هو النظام الفرنسي اللي هو النظام الفرنسي واحدة كاس الطول بتاعيبها لإيه السنتيمتر أما المتر ده 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 في النظام الدولي الكيلومتر ده مش موجود أصلا في أي نظام القدم ده 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 بيقيس اللي هو الباون ده بيقيس القط لما بيقيس الطول خالص بعد كده تقاس المسائل المسافة في النظام البريطاني بوحدة القدم نظام المسافة في النظام البريطاني بتقاس بوحدة إيه القدم والمتر ده احنا قلنا انه هو النظام الدولي والسنتيمتر ده اللي هو النظام الفرنسي واحدة القياس القتلة في النظام البريطاني هتبقى الباوند واحدة القياس القتلة في النظام البريطاني هتبقى الباوند اما القرام ده في النظام الفرنسي الكيلو جرام في النظام الدولي والطن طبعا مش موجود معاي في اي نظام في النظام الدولي يدخز الانبير واحدة اساسية لقياس هتبقى شدد الطيار القهربي شدد الطيار القهربي أما الشحنة القهرابية دي الكولوم الطول هيبقى اللي هو المت شدة الإضاءة تبقى كاندلة أما الأنبيلة هيبقى شدة الطيار القهرابي الوحدة الأساسية لقياس دركة الحرارة في النظام الدولي هي الكيلفن هي الايه الكيلفن دي في النظام الدولي الوحدة بتاع الدركة الحرارة اللي هي الكيلفن وحدة قياس كمية المادة في النظام الدولي هتبقى المول هتبقى كمية المادة المول أما الكندلة هتبقى شدة الإضاءة اما درجة الجيلفينية ديت اللي هي درجة الحرارة الكانديلا هي واحدة قياس نوات في النظام الدولي الكانديلا واحدة نظام ايه واحدة قياس شدة الاضاءة كانديلا واحدة قياس شدة الاضاءة اما درجة الحرارة كمية المادة المول الزاوية المكسمة تبقى استرديان اما الكانديلا اللي هي شدة الاضاءة بعد كده واحدة قياس الزاوية المكسمة في النظام الدولي اللي هي استرديان اما الرديان ديت هي بتاعتززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز طول مختلف الطول في عندي اللي هو القدم وعندي السنتيمتر وعندي المتر اما عندي القتلة عندي الجرام والكيلو جرام والباون اما الزمن التالي بيقسوا مع بعض النفس الايه في الثانية بعد كده واحد من الف يمكن كتابتها على الصورة عشرة اسي سالب تلاتة ليه عشرة اسي سالب تلاتة احنا قلنا اما كنا بنشرح بنقول بنعد اللي بعد العلامة كم رقم وبيبقى عشرة اسي سالب الرقم يعني ده كم رقم بعد العلامة ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة يبقى عشرة اسي سالب تلاتة مش هينفع عشرة اسي تلاتة ولا ينفع عشرة اسي اربعة ولا عشرة اسي سالب اربعة لان كم رقم بعد العلامة تلات ارقام بس النانومتر هو كسر وحدة الطول وهي عادل عشرة اسي سالب تسعة ليه عشرة اسي سالب تسعة مع بعض النانومتر ده بيساوي عشرة اسي سالب تسعة تسعة وعشرة واس موجب تسعة في من المتر. عشر سليب تسعة وعشر سليب وتسعة ماين المتر والله من الكبير للصغير ان ي grouped القص الموجب سنة من الصغير الكبير للقص سالب. ده من النانو للمتر يعني من الصغير للكبير ي wrapped across سالب تسعة. بعد كده الف متوسانية يساوي نعة مايكروسانية. الف متوسانية يساوي قد من المايكرو الثانية هيبقى 10 أس سالب 9 طب ليه مستر 10 أس سالب 9 ما نجي مع بعض الفيمتو ثانية ده بيساوي 10 أس سالب 15 من السنة 10 أس سالب 15 طب المايكرو بيساوي 10 أس سالب 6 10 أس سالب 6 طب من الفيمتو للمايكرو بادرف من أس موجة بلى في الأس سالب ألا من الفيمتو للمايكرو هنا أنا عندي الفيمتو الصغير والمايكرو الكبير يبقى من الصغير للكبير هادرف القس سالب وهطرح القصين من بعد سالب 15 و سالب 6 اللي هيبقى موجة ب 6 سالب 15 زائد 6 هيبقى سالب 9 تاني في متوسانية 10 سالب 15 المايكرو 10 سالب 6 بحول من الصغير الكبير يبقى القص سالب القص سالب ده يبقى 10 سالب 6 وده 10 سالب 15 اجمعهم مع بعد سالب 15 زائد 6 هديبقى سالب 9 يبقى 10 سالب 9 اذا كان طول احدى الموجات 5 انجستروم العلامة دي بتاعت انجستروم فان طول موجاتها مقدرا بالمتر يكون 5 في 10 سالب 10 لان عندي الانجستروم ده 10 سالب 10 أو 10 سالب 10 10 سالب 10 أو 10 سالب 10 ده الانجستروم هيحوله للمتر يعني من الصغير للكبير يبقى هضرف القص سالب يبقى 5 في 10 سالب 10 1 من 100 ميلي جرام يساوي قد ايه من الجرام هيساوي 10 سالب 5 جرام طب ليه 10 سالب 5 يا مستر قال لي 1 من 100 جرام ده انا ممكن اكتبها على انها 10 في 10 سالب 2 10 سالب 2 1 في 10 سالب 2 أو 10 سالب 2 دي هديبقى 10 سالب 2 ميلي جرام عاوزي حولها للجرام وما بين الميلي جرام والجرام قد ايه قال لي ده سالب 3 لموجب 3 انا هحول من تغير الكبير يبقى 10 سالب دي هتواحد في 10 سالب 2 هتضربها في 10 سالب 3 يبقى 10 سالب 2 في 10 سالب 3 هيبقى سالب 2 ثلاثة 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 ث لان المايكرو بيسوي عشرة سالب ستة من الجرام. طب الكيلو عشرة قص تلاتة. الكيلو جرام عشرة قص تلاتة. طب ما انا هنا يبقى المايكرو للكيلو من الصغير الكبير يبقى سالب ستة وده تلاتة يبقى اللي يتم مع بعض سالب تسعة. تاني المايكرو ده عشرة سالب ستة هتحوله للجرام هتحوله للجرام هيبقى عشرة قص سالب ستة. طب ما انا عند عشرة سالب ستة عاوز احاولها للكيلو جرام. الكيلو ده هو 10 أس 3 بس هنا من صغال كبيرة يبقى 10 أس سالب 3 يبقى 10 أس سالب 6 في 10 أس سالب 3 يبقى 10 أس سالب 9 بعد كده إذا كان حجم كمية من الماء 5 متر تكعيب فإن حجم بوحدة اللتر يكون 5000 طب ليه 5000 هو المتر تكعيب بيساوي بين المتر تكعيب وبين اللتر 10 أس سالب 3 أو 10 أس موجة 3 هنا المتر أكبر من اللتر متر تكعيب أكبر من اللتر يبقى من الكبير للصغية يبقى هادرة في 1000 يبقى خمسة في 1000 بعد كده كسم كتلته اتنين تن تكون كتلته بوحدة الكيلوغرام هي 2 في 10 أس سالب 3 ليه؟ التن بيساوي 1000 كيلوغرام التن بيساوي 1000 كيلوغرام والألف معناه اللي هو واحد سفر 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 اللهم الألف بيساوي 10 أس سالب 3 الألف معناه 10 أس 3 وديه 2 يبقى 2 في 10 أس 3 بعد كده إذا كان نصف كتل زرية الهيدروجين 53 من ألف متر فهذا يعني أن نصف كترها جميع ما سبق إيه ده يا مستر؟ إزاي جميع ما سبق؟ تعال مع بعض هدي بتسوي كم؟ 53 من 100 في 10 أس سالب 10 شوفوا العلامة فين؟ كل ما بتدخل العلامة كده كل الأس ده ما بيزيل كل ما بتخرج العلامة كده كل ما الأس ده بيقل الأس فين؟ هنا هو يبقى 10 أس سالب 10 طب دخلت كده العلامة بيت هنا بيت 10 أس سالي 11 ما بقاش فيه علامة خالص العلامة بيت هنا يعني العلامة على ما كان هنا يبقى 10 أس سالب 12 abstract 3 يساولوا بعض من غير ما اشوفo المسألة من غير ما اعرف المسألة Mateye 10 أس vé Online هما التلاتة الف بيساوي به بيساوي لايه؟ لان هنا لاب معاك على العلامة. لاب معاك على العلامة. العلامة دخلت هنا بقى القس زي العلامة بيقول نماشي هنا كمان مرة. القس زي بقى سليب اتناشر. here can we saw B 10. التلاتة بيساو باع. يبقى من غير مشروف من غير محول يبقى جماعون ما سبق. لابعدها. اذا كان بساوي عشر جرام والوي بيساوي عشر كيلو جرام. فان قيمة x زاد واي عاوز x زاد واي. x زاد واي هتبقى كم? هتبقى 10 واحد من 100 كيلو جرام. طب ازاي يا مستر? تعال كده هنخليها بالكيلو جرام. هنخليها بالكيلو جرام. فانت لو هنا عملت 10 كيلو جرام. العشرة نازل زي ما هي. عشرة دية حولها للكيلو جرام. هنا الجرام هتحول للكيلو جرام. هتي اسم على الف او هتضع في عشرة سالب تلاتة. عشرة في عشرة سالب تلاتة هيساوي واحد من مية. هتساوي واحد من مية. عاملة على الاقلة عشرة في عشرة سالب تلاتة هتساوي لك واحد من مية. هتبقى عشرة واحد من مية كيلو جرام. مش هتبقى بطبعا عشرة واحد من مية جرام. ولا هتبقى مية واحد من عشرة جرام. ولا هتبقى عشرة واحد من عشرة كيلو جرام. لأ هتبقى عشرة واحد من مية كيلو جرام. بعد كده ندخل بقى على سيكرة الابعاد دي ماذا ستفقد ناديد 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 طب يا مستر انت جيبت ال L منين والT منين هي M بس طب ما تيجي معايا ال M ديت احنا عارفين اللي هي قتلة وسيخد الباب بتاعتها M طب L قصة سفر اي حاجة قصة سفر بواحد اي حاجة قصة سفر بايه بواحد يعني L قصة سفر بواحد وT قصة سفر بواحد يعني M في واحد في واحد بم تاني اي حاجة قصة سفر كيمتها بواحد اي حاجة قصة سفر كيمتها بايه بواحد اللي قصة سفر ده واحد G قصة سفر واحد والم اللي هي بتاعت القتلة يبقى M في واحد بم ومسكون سبيض ابعاد القتلة ايه M سيغل ابعاد المساحة هتبقى L تربية طب Y تربية ح astronomy يالا المساحة بتسوي يا حبيبي الطول في العرض طب الطول في العرض اللي هو L في L اللي هو L تربية هتبقى L تربية وهناخدها دراءتي مع المسائل بالتفصيل الممل صيغة أبعاد العجلة هتبقى L T глав 2 طب لهاさ Isl 2 العجلة بتساوي العجلة بتساوي الصرعة على الزمن طب الصرعة بتساوي المسافة على الزمن على الزمن يعني بتساوي المسافة على الزمن يعني D على T في T يعني D على T تربية يعني متر على الثانية تربية والمتر بتشيله حد L والثانية بحط بشيرها بحط التية تبقى اللي تي قص سالب اثنين وبرده سوف نقدر ابعد يقول لها انا اخدها دلوقتي بالتفصيل في المسائل وحدة قياس الكسافة هي تبقى كيلو جرام في متر قص سالب تلاتة احنا عارفين ان الكسافة بالساوي الكتلة على الحجم والكتلة بتتقاس بالكيلو جرام والحجم بتتقاس بالمتر تكعيب يبقى الكيلو جرام على المتر تكعيب والقص تحت موجة بيطلع فوق بالايه بالسالب يبقى كيلو جرام في متر قص سالب تلاتة واحدة قاس القوة هي النيوتن قلنا القوة ديت هي الايه؟ هي النيوتن وتكافئ كيلو جرام في متر عالثانية تربية طب يا ميستر ده هي كيلو جرام في متر عالثانية تربية هنا الكاتف في ثانية قص سالب اثنين ليه ميستر؟ هقول لك لاني هنا ديت الثانية تربية كانت تحت تلعت فوق باشارة سالبة تبقى كيلو جرام في متر في ثانية قص سالب اثنين بعد كده إذا كانت وحدة قياس أحد الكميات الفيزيائية كيلو جرام على متر في ثانية تربية فإن نصيغة أبعدها هنبص مع بعض كيلو جرام لازم تبقى يعني نقول الحل الأول هي الحل هتبقى به M اللي أسترب واحد يأسترب اثنين طب إزاي نبص مع بعض كيلو جرام لازم تكون M تبقى دي M ودي M ودي M ودي M مع بعض طب والعلى يعني اللي تحت كله جايبيب الايه بالسالب اللي تحت كله جايبيب الايه بالسالب يبقى دي بره يبقى رقم Ja 노ari 28 معانا برهmakers مين به وجيم نايس به وجيم على الم المتر ده هيتحاول ليściąه لي بس يقيد لأسي سالب واحد هدي إيه لو أسي سالب واحد وهنا milhões سالب واحد. في ثانية تربيعي يبقى الاس برضو وانضيطلع تي اس سالب اتنين центotal wordmol2. هديبقى دي. ليه ما بPLlig지 دي عشان هنا مفروض تي بقى تي اس سالب اتنين بس دي الosta اما هنا دي اس 살يب اتنين. انها. اذا كانت صغير الابعاد احد الكميات الفيزيائية هي مvine xl2 فان واحدة الكئسة shazier الكمية هتبقى كيلو جران في متر على الثانية تربيعي او في ثانية اس سالب اتنين. طب له يا بمستر نبص مع بعض الام هنا هنعكس بقي احنا كنت بنشوف الكيلو جرام نحط هنا هنعكس هنشوف الام ونحط كيلو جرام ادي كيلو جرام. ونتي كيلو جرام وندي كيلو جرام. دي مش معادي رقم بيته خرجه. في ال. اللي ما فيش ساري بقى في متر. دي برا عشان دي متر استنف طالب واحد. لأ انا عاوز في متر. هدي في متر ودي في متر. في تي قص سالب اتنين يبقى على الثانية تربية او في سانيا قصي سالب اتنين. اي شوفوه دي في ثانيا قصي من سلبي اتنين. على الثانية سالب اتنين. دي غلط لان هتطلع فوق بثانية التربية. وانا عاوزها تحت موجب. مش فوق موجب. انا عاوزها فوقorthي بثالب. زي دي. كيلو جرام في متر في ثانيا قصي سالب اتنين. بعدها violation الطرف المهند. الصيفات الكمية الفيزيائية هي م قصي اكس لقصي سالب اتنين اكس. هي ايه? حيث اكس رقم صحية. فان هذه الكمية من الممكن ان تكون هتبقى القوة. طب ليه يا مستر? هنعتبر قلي اكس ديت هنعتبر قلي رقم صحيح. هنعتبر ان الاكس دي رقم صحيح. ما دي نشوف كده الحاجات اللي عندنا هي السرعة بتساوي ايه? يبقى الام مش معانا يبقى السرعة بره. العجلة الام مش معانا العجلة بره. هيبقى ماش معانا مين? القوة والشغل. هي القوة ديت واحدة قاسة ايه? كيلو جرام. على في متر على الثانية تربية. كيلو جرام في متر على الثانية تربية. او ام ال تي قصي سالب اتنين. ام ال تي قصي سالب اتنين. طب الشغل ام ال تربيع تي قصي سالب اتنين. ام ال تربيع تي قصي سالب اتنين. يبقى الفقر ان في هنا ال في هنا ال تربيع. هو اكس بتاعت الام مفروض تساوي الاكس بتاعت الال. يعني الاتنين بيساووا بعد اللي يساووا بعد يعني لو دي واحد تبقى هنا واحد لو دي اتنين تبقى هنا اتنين طيب لو دي واحد يبقى مال تaksi س vår 2 يبقى هي القوة يمكن اخذها من ناحية تانية اخذها من ناحية ازاي الناحية كاربة 1 كاربة 2 كاربة 3 عنشوف لو كاربة 1 يبقى E دي اوي سليب اتنين لماذا اتنين سليب اتنين في واحد سليب اتنين هتبقى اللي هي بتاعة القوة طب ام تربية اللي تربية تي قصي سالب اربعة لان اتنين في اتنين باربعة هلا ينفع لا حاجة لا فهي هتبقى لأيه القوة بعد كده اذا كانت صيغة ابعاد ايه ام اللي تربية تي قصي سالب اتنين وسيغة ابعاد بي ام اللي تربية تي قصي سالب اتنين دي بعض فان ايه زائد اتنين بي هتبقى لها صيغة ابعاد ام اللي تربية تي قسي صالب اثنين. طيب لي يا مستر. هو دي علامة ايه حبيب انت وهو? دي علامة جامعة. واحنا كنا اليين ان السيغة ده الاول مبتجمعش.kin لو اللي اثنين زي بعض بناخد منهم واحدة. هحنا اليين لو سيغة لي بعض الاتنين زي بعض بااخد منهم واحدة. بااخد من اللي اثنين ايه واحدة. فهتبقى السيغة ديب. ام اللي تربية تي قسي صالب اثنين. اذا كانت اكس بتساوي واي زد. الاكس دي بتساوي ويزد وهزينجة ابعاد اكس اللي هنا ام ال تي قصي سالب اثنين ام ال تي قصي سالب اثنين والواي ام اص سفر يعني الام مش موجودة الام مش موجودة ال تي قصي سالب اثنين ال تي قصي سالب اثنين فان زينجة ابعاد اعتقد هتبقى الم الصفر ا okay بص انته mach mover هنال bung يساوي اللي قابلهinese missing اللي بعد يساوي الله قبل يساوي ايه ايه. ألي تي قسي سرفي اثنين. طب اللي بعد يساوي ايه. التي قسي سرفي اثنين. نايس ايه. نايس الام. الام. موجودة. طب دي والات دي قال لي انت معاك الال والالى هي. والتي قسي سرفي اثنين اهي وهي. يبقى اللي نايس لك مينshow. م يدك M. التي قسي سرفر. ما اللي قبل يساوي لابت يسألي يسألي. هزا كان laughed x هي التيل بيش ا snip ne. والواي ام الاستسالة واحد فاي صف في الجدول التالي يعبع عن صيغة الابعاث لكل الكمية في زي يعني دي زي او دي ولا دي وهنختار من دون هي هتبقى رقم دي طب ليه رقم دي ما تيجي مع بعض اللي تربيع تي استسالة اتنين ام الاستسالة واحد لما تيجي تجمعهم ينفع الجمع ولا يبقى اول واحد مش ماينفع يبقى اول واحدة غلط ماينفعش الجمع ماينفعش الجمعوا واي علا خلاص يبقى واحدة غلط يبقى لباي كنه غلط طب نشوف به هل ينفع جمعوا لا يبقى دية والفو به غلط يبقى الافو به غلط خلاص تخرجتوه من الدائرة بتاعتي نشوف جيم قال لي غير ممكن الجمع بقى كده صح يبقى هيقى لجيم لدال عشان ما يشاين في عين الجمع هتبقى لجيم لدال طب ماشي نشوف بقى اكس في واي الاول نخلينا في الاسل هنخلينا في اكس في واي انا مدرب الاثنين في بعض هيبقى م lost mieux 1 في lを 2 هيترحوا من بعض هيبقى l1 هتبقى ml t سلب 2 لهي بقى اما ديaki لدقة دي لهم هتبقى لقى لقى صالب 1 في l اوس 2 يعني سالب واحد زائد اتنين هتتبقى بمجاب واحد يبقى Anti موجودة لا يبقى تي اس سالب اتنين مل تي اس سالب اتنين هلاقها هي هتبقى رقما ديل طب انا عاوسري اتاكد اكتر يا مستر مانشوف الي علي اكس اني جدد عارفت دي قاللب لا د palabraة Deutsche بتي بقى مل تي اس سالب اتنين طب انا عاوس 서울 اتكد اكتر يا مستر انا نبقى مل اصالب تلاتة تاي قسي اتنين. دي بتاعا ايه واي على اكس. طب ما ديجي واي علي اكس يعني دي فوق ودي تحت. يعني دلو هيتلاه باشارة سالبة. يعني الاشد دلوها هيتلاه باشارة سالبة. ادي ام دربيعة دي لما تطلع بشارة سالبة هتبقى لقص سالب اتنين. في القص سالب واحد هاتبقى لقص سالب تلاتة. طبوا التي. التي قص سالب تحت. طب ما ديطلع فها هتبقى بالموجب. هتبقى م institutional تلاتة تي قص سالب اتنين وهديبقى رقم ده اللي هي الصح معي بعد كده عندي تالت سؤال سؤال عالي هنحل منه شوية وهسيب لكم البيه واجب الاول حاجة يعتبر الطول من الكميات الفيزيائية الاساسية اقرب كده الكميات الفيزيائية الاساسية الكميات الفيزيائية التي لا تعارب بدلال الكمية الفيزيائية اخرى يبقى الطول من الكميات الفيزيائية الاساسية ليه لانه لا يعارب بدلال الكمية الفيزيائية اخرى طب بالسرعة مش طاقة لانها تعرف بدلالة كميات فيزيائية اخرى. طب مايشي. ناخد مسلا. لا يمكن جامعة كتلة اثنين كيلو جرام مع مسافة اثنين متر. قال لي ما ينفعش. قال لي ليه. قال لي علشان ما ينفعش اكمعة كميتين فيزيائتين الواحدة بتاعتهم مختلفة. يعني دها بالمتر. ودها بالكيلو جرام واو ينفع جماعهم. مستحالة طبعا الجامعة. فقال لي لا يمكن sta Resistance قبل كتلة اثنين كيلو جرام مع مسافة اتنين متر عالي لانه لا يمكن جمع كمياتين فيزياتين اللي اذا كانت من نفس النوع ولهما نفس سيغط الابعاد اما الكيلو جرام وسيغطة بتاعتها ام والمسافة وسيغطة لابعاد بتاعتها ايل معايا فحلو الباقي ده مساعدة الاسرية عالي ما المقصود هو هو نفس المصطلح هنعرف القياس هو عملية مقارنة الكمية مجبولة بكمية اخرى من نوعها لمعرفة عدد مرات احتوال الاولى على الثانية ونعرف الكلام ده كله والاساسية والمشتقة ومعيار الكتلة والكيلو جرام العياري والزمن معيار الكتلة والكيلو جرام العياري المتر العياري هو معيار الطول الاتنين بنفس التعريف عشان ما حدش يتلقى بعد كده يقول لك اذكر استخدام واحدة لكل منه مسلا نقول مسلا القادة مساعدة الولانية دي بتقيسي الاطوال الصغيرة بدقة جدا الاطوال الصغيرة بدقة عالية جدا اه بعد كده اول ميكولومتر برضو هو برضو بقيسي الاطوال السغيرة بتقع الاتنين واحد. مسلا وننسى بيكة البلاتين والاريتم ديت الى ديت اللي عملا لي المتر العياري والكيلو جرام العياري. هي لصنعالي. المتر العياري والكيلو جراري. هنقول مسلا سيقيه دي بتختبر مدى صح القانين. سيقيه دي بتختبر مدى صح القانين. بعد كده المقارنة سهلة طبعا. الاساسية هتعرفه وده هتعرفها وتذكر مثل على كل منهم. الفرنس والبريطاني والمتري الجدو样 اللي احنا كنا عاملينه في الشرح في اول حصة هو هو نفس الجدول وهتقول تابية اس بي ايه وتابية اس بي ايه وتابية اس بي ايه بعد كده هناخد مسلا السؤال الاول واجب لي كاسع الانسان نحو تطوير طقة عملية القياس اهمية ذلك انت بقى جاوب عالي في الكومنتات وانا ان شاء الله هشوف الكومنتات بتاعكم بعد كده صنف الكميات الفيزيائية الادرية الى كميات اساسية واخرى مشتقة يعني معناها اللي انا اقول ده كمية اساسية وده كمية مشتقة مثلا الصراع قلت كمية مشتقة القوة كمية مشتقة الزمن كمية اساسية كمية ده المادة كمية اساسية الطول كمية اساسية انت بس ما عليك اللي انت هتجاوب الكامده والا انت مش عارفه برا تسيبه في الكومنتات واحنا هنرد عليه اكتب وحدات القياس كميات الفيزيائية الادرية في النظام الدول يعني معناها هتقول ان الطول بيتأثب الايه بالمتر الزمن بالثانية القتلة في الكيلو جرامب كمية المادة بالمول المساحة متر تربية القوة كيلو جرامب في متر عالثانية تربية وهكذا اذكر الكميات الفيزيائية التي تقاس بالوحدات التالية الكيلفن اللي بتأثبت كيلفن درجة الحرارة النيوتن مثلا القوة المول كمية المادة الكانديلا شدة الاضاء بعد كده بقى هندخل على المسائل المسائل عندي في الدرس ده نوعها واحد بس اللي هي معادلة الابعاد معادلة الابعاد دي تسيغى بتعبر عن الكميات الفيزيائية المشتقة بالدرية الكميات الفيزيائية الاساسية اللي هي الطول الكتة والزمن وفوق كل منها القسو معادل ده ما احنا شايفين الام مجاب او سارب كل ما بشوف كيلو جرام بحطي مكانها ام بشوف متر بحطي مكانها ال بشوف ثانية بحطي مكانها تي نبص مع بعض على اول مسال اول مسال قال لي استنتك سيغى الابعاد لكل من اول حاجة المساحة هي المساحة دي بتساوي ايه المساحة بتساوي الطول في العرض يعني الايه بتساوي دي في دي يعني الايه بتساوي دي في دي يعني الدي دي بواحدة القياسة المتر والدي دي بواحدة القياسة المتر يعني الايه بتساوي ايه ليه المساحة بتساوي متر في متر اللي هو متر تربية وانا قلت ما اشوف متر بشيرة وحطي مكانها ال يبقى تبقى ايه? بتساوي التربية. دي هتأول واحدة معي. تاني واحدة معي الحجم. الحجم بيساوي ايه? الطول في العرض في الارتفاعة. الطول في العرض في الارتفاعة. يبقى الفي بتساوي دي في دي في دي اللي هو الطول دي والعرض دي والارتفاع دي. طب ماشي. الطول بيتقاس بواحدة المتر والعرض بالمتر والارتفاع بالمتر. يبقى الفي بتساوي ام في ام في ام اللي هو ام تكعيب. وانا ما قلت برضه ما نشوف الام نشيلها ونحط دي واحدة الكاس بتاع الحجم. طب انا عاود اجيب معادة ده بعد بشير بشوف الام وحط مكانها ال. يبقى ال v بتساوي ال تكعيد. ده بالنسبة للحجم. الكاسبة بتساوي القتلة على الحجم الرو دي علامة الرو. الرو بتساوي القتلة بتحرك بالمصلوب الرمز ام. والحجم بالمصلوب الرمز في. هتساوي ام على ال v. طب الام ال v بتساوي ايه? ال في l في l. يبقى والyll م بالساوي كيلو جرام. يبقى كيلو جرام على до fill ov l. اللي هو متر في متر في متر. يبقى كيلو جرام على المتر تكعيد. كيلو جرام على المتر تكعيد. ده هيت طلع فوق باشرة سالبة يبقى كيلو جرام في متر اوستي سالب تلاتة. هتشيل الكيلو جرام وتحت مكانه وال新 متحط مكانه ال يبقى ال ال اسي سالب تلاتة. والقص يبينزل ازاي ما هو? بعد كده السرعة. السرعة بتساوي المسافة على الزمن. ان بتساوي دي على التي. الدي واحدة القياسة المتر. والتي السانية. تبقى متر على الثانية دي وتطلع فوق بشارة سالبة. تبقى ام اس اس سالب واحد. هتشيل الام وتحط ما كانها ال. وهتشيل الاس وتحط ما كانها تي. بس السالب واحدة ينتر بقى التي اس سالب واحد. بعد كده العجرة. العجرة بمز لها بالرمز ايه? بتساوي الصراع على الزمن. اللي هو في على تي. طب والفي بتساوي ايه? نقف هنا بقى. انا ده كله كنت ماشي على طول ايه? لاني زي ما انتو شايفين ان ده كله كميات اساسية. مش مشتقة. اول ما بشوف كمية مشتقة بروح واقف. واعمل الكمية الاساسية منها. الحد ما اوصل لاخر كمية اساسية. الحد ما عمل ايه? اوصل لاخر كمية اساسية. الفي هتساوي ايه? دي على تي. يبقى دي على التي. معايا. دي على تي على تي. يبقى متر على ودية المسافه. هتبقى واحدة الكاسات مع المتر. والتي الثانية. والتي السانية. يبقى متر على ثانية في ثانية. ده ههتضير في ده. يبقى ثانية في ثانية تربية. يبقى متر على ثانية لا تربيه. طيب تطلع باشارة سالبة. يبقى متر في قس سالب اتنين. هنشيلي الاس من حط ماكانها ايه. نشيلي اللي وهنشيلي اس ونحط ماكانها تي. يبقى القسم لتي وس سالب اتنين. م нужен معادل italابعاد العجرة. بعد كده هناخد القوة هي القوة بتساوي ايه قال القوة بتساوي الكتلة في العجلة الكتلة اللي هي الام والعجلة اللي هي الاي يبقى الاف بتساوي ايه قال للاف هنا كده هتساوي ام اي الاف هتساوي ام اي بعد كده هناخد ان الام هتنزل زي ما هي اللي هي القتلة ملقاش اي حاجة طب والاي الاي دية اللي هي العجلة العجلة بتساوي ايه السرعة على الزمن اللي هو بتساوي في عطي طب بعد كده هنلاقي ان الام دي هتنسي زي ما هي تاني ليه ملاش قانون والتي دي هتنسي زي ما هي تاني اما الفي الفي هتساوي السرعة بتساوي المسافة على الزمن هتساوي دي على التي هتساوي دي على التي بعد كده هناخد اللي فوق فوق واللي تحت تحت هنلاقي مين اللي فوق هنلاقي ان الام والدي هما اللي فوق واللي تحت تي في تي يبقى ام في دي على التي في تي بعد كده نقوم الام ديها تواحد الكيلو جواب اليه المتر التواب وديه المسافة الي المتر تاوبي سلوب اثنين في دوت ثانية او سيخ target في اثنين نقف هنا حتة صغيرة انا عند الكيلو جرام في متر على السانية تربية بيقابل واحدة اسمها ن ن بقابل واحدة اسمها رمضها اين اما يقول لكده في السؤال مسلا النيوتين بيساوي ايها تقوله بيساوي الكيلو جرام في متر على السانية تربية بدا كده معده العباد هنشيل скبلجرام ونحط M. هنشيل المتر ونحط L. يبقى M دوت L. هنشيل الثانية قصة سالب اتنين. هتبقى MLT قصة سالب اتنين. بعد كده هناخد الشغل. الشغل بيساوي ايه? القوة في الازاحة. الشغل رمزه W. يبقى W بتساوي FD. الشغل بيساوي القوة في الازاحة اللي هي FD. طب ماشي. القوة بتساوي ايه? اللي هو الف بتساوي ايه? AMA الاستواخدانا. القوة بتساوي iMEI. طب و الدي اللي هي الازاحة اللي هي المسافه. هلا قانون قال لي لأ بتنزل زي ما هي. بعد كده الام اللي هي القتلة. هلاemberه caf تنزل زي ما هي. و الدي اللي هي الازاحة بتنزل زي ما هي. طب escol f الاف قلنا بتساوي iMEA طب واي Forgive. الآن دي اللي هي تساوي V على T. بعد كده هلاكي ان الام برضو بتنزل زي ما هي. ما بتتغيبش. و الدي بتنزل زي ما هي وقدي التي نزلت برضو زي ما هي ما تغيرتش. بعد كده انا عندي هلاقي اللي هتغيرت ايه? اللي هي السرع عشان السرع عليها قانون السرع بتسوي المسافة على الزمن دي عالتي بعد كده هلاقي اخد شرط تكسل طويلة هقول اللي فوق فوق اللي تحت تحت من اللي فوق علي الام والدي والدي ام تطي دي تطي دي على تي تطي دي يبقى متر اللي هو كيلو الكتلة في الزاحة في المسافة على الزمن في الزمن بعد كده نلاقي ان الام واحدة الكياسة الكيلو جرام والدي اللي هي المتر والدي اللي هي المتر والتي اللي هي الثانية والتي اللي هي الثانية يبقى كيلو جرام في متر تربية على الثانية تربية التربية ده يطلع فوق بشارة سالبة يبقى كيلو جرام في متر تربية تود ثانية قصي سالب اتنين نقفين ابرطة حتة صغيرة ان الكيلو جرام في متر ع السانية تربية بقابل واحدة اسمها الجول بعد كده و extends the average بعد كده عندي سؤال بيقول لي اختبر مادة صحة العلاقة وهناته بستخدام صاحب الابعاد النطاقة الحرقه بتسوي نصف القطلة في مربع في الصرح عن كات ماذا بي تربيه عاوز يختبر مادة صحة العلاقة علما اذا علمت ان استيجد ابعاد الطاقة الحركة m l t t s2 هيا السؤال عاود من ايه السؤال بيقولك ان الحركات ايه دهت معادلة الابعاد بتاعتها m l t t s2 عاودك تثبت ان النص m v t d بيسوي de معادلة الابعاد بتاعته بيسوي de طف لو ماسوتش يبقى العلاقة الخاطية لو ساوت يبقى العلاقة صحيحة 100% لو ساوت لو معادلة الابعاد بتاعت نص m v t r b ساوت m l t t t s2 تبقى العلاقة صحيحة. طب ما سوتهاش تبقى العلاقة خاطئة. ده اللي السؤالة اللي عاوزوا منك. تعالي نحلها مع بعض? هناخد اول حاجة الطرف الايمن. اللي هو نص ام في تربية. احنا عندي عندي من معادلة الابعاد ان اي رقم ما بيتكتبش النص والساين والكوزين والكلام ده كله ما بيتكتبش في معادلة الابعاد. يبقى ان هيك على النص كده ما شابط عليه. هتساوي ام في تربية. قد اللي هي المعادلة بتساوي ايه? قال للام هتنسي زي ما هي. اللي هي القطلة. ام اللي هي القطلة هتنسي زي ما هي. طب السرعة بتساوي tiene على第二 تي. بس خلي بالك تهينا في تربية يبقى تي على تي تربية تلك كل تربية. بعد كده هلاقي ان التربية هييجي علي هنا وييجي علي هنا. يبقى هتبقى ام دي تربية على التي تربية الام دي過來 تي. يبقى ام دي تربية على تي تربية. بعد كده نشوف ان اللي هي القتلة واحدة الكلاسة كيلو جرام ودي تربيع واحدة الكلاسة اللي هي المسافة تربيعة تساوي متر تربية على الثانية تربية بعد كده الثانية قصة سالب اتنين دي هتطلع فوق بالثانية قصة سالب اتنين ومعادلة ابعاد بتاعتها تبقى مل تربيع تي قصة سالب اتنين كيلو جرام هنشيرها ونحط المتر هنشيرها ونحط ال والثانية هنشيرها ونحط تي تبقى مل تربية يوسر باتنين هي هي ولا مش هي 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 هاروح اهل اذا الطرف الايمن بيساوي الطرف الايصر وايزا العلاقة صحيحة مية في المية بعد كده عندي مسألة تانية تخضع حركة جسمي تحت تأثير الجاذبية للعلاقة ان الفي اف بتساوي في اي زي جي تي اختبر مدى صحة تأثير العلاقة باستخدام صيغة الابعاد علما بقى ان الجي هي عجلة الجاذبية الارضية اللي هي العجلة اللي هي اي برضو التي اللي هي الزمن في اف السرعة النهائية في اي السرعة الابتدائية ناخد مع بعض المسألة اخد طرف وطرف المسألة دي يبقى ايه هيجي لك المسألة اللي انت تاخد الطرف ده الواحده والطرف ده الواحده الطرف ده الواحده والطرف ده ايه لوحده اللي هو قبل يساوي غير اللي بعد يساوي الطرف ده الواحده والطرف ده الواحده هلاقي ان عندي اول حاجة الطرف الايصر اللي هو الفي اف اخدها الواحدها الفي اف ايه اللي هي السرعة النهائية السرعة اي سرعة بتسوي مسافة على الزمن اي سرعة بتسوي ايه مسافة على زمن المسافة بتقلص واحدة ده بالمتر الزمن بيقص بالسانية يبقى متر على السانية ليه متر سانية اصي سالب واحد معادة لبعا بتاعتها تبقى التي اصي سالب واحد معادة لبعا بتاعتها تبقى التي اصي سالب ايه اصي سالب واحد دية الطرف الايصر لازم الطرف الايمن يسوي نفس الطرف الايصر لو سوا يبقى العلاقة صحيحة. لو مسaugهوش يبقى العلاقة خاطئة. لو سوى يبقى العلاقة صحيحة مساويش يبقى العلاقة خاطئة. هنا شوف دولا د facing سوي العلاقة الطرف الايصر ولا لا. الطرف الايمن هيساوي الفي اي والطرف empresوي في me F لوحدة والفي اي زاد G T لوحدة. يبقى اخذ لا الوحد70's وده لوحده اخذ الفي اي زاد G T. الفي اي الي هو السرعة الابتدائية هي السرعة هتبقى ايه دي على تي طب والج اللي هي العجلة هتساوي ايه اف عد في عد تي العجلة هتساوي في عد تي اللي هي الايه والتي ديت هتنزل زي ما هي الدي على تي ديت خلاص هي ملاش قانون تاني هي كده يبقى هتنزل زي ما هي طب هنا عندي قانون او عند الفي بقى الفي هنا هتساوي الدي على تي يبقى الدي على تي تد في دين يا دين تنزله زي ما هي. وهي ابص نراها دي Dubباة دي ذايد مع بعض هاي بقى دي دي عالتين طيب 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 Choice بتاعتها معوض بتاعتها تبقى أول�나 T وس سالب واحد واحدaton sls lyDB bp السเหدا1 طيب دي زائد يا مستور زائد دي حنا بردو خدنا في معادلة الابعاد الا ماينفعش اجمع اواطرح معادلة الابعاد لا يمكن جامع اواطرح معادلة الابعاد وانما يمكن ضربها وقسمتها هنا ينفع اجمعها لا ملايتي زي بعض باخد واحدة منهم هلاقي ان ديت بتساوي ديت يبقى الطرفين متساوين يبقى الطرف الايمن بيساوي الطرف الايسر واذا العلاقة صحيحة 100% لحد هنا كده الدرس الأول بتاعنا خلص اللي هو بتاع معدة الأبعاد والقياس وإن شاء الله فيديو جاي بإذن الله هنشرح معاكم الدرس الثاني اللي هو بتاع الخطأ في القياس واشنجوا من الحصة الجاي بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة